وسط مخاوف في لبنان من حدوث نقص في الدولار الامريكي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مع ارتفاع نسبة الدين الى اجمال الناتج الداخلي الى 150% وهي ثالث اعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان اقرى المصرف المركزي لبناني اجراءات جديدة لتسهيل الحصول على الدولار لمسوردي الوقود والقمح والادوية حيث اجازة للمصارف التي تفتته اعتمادات مستندية الطلبة من المركزي تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الامريكي ويجب فتح حساب خاص لكل معاملة لدى البنك المركزي باداع مبلغ بما يعادل 15% من اجمال المبلغ المطلوب وتجمع مئات المتظاهرين الاحد وسط بيروت تعبيرا عن امتعاضهم ازاء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد